قد يسأل سائل لما لم يفتح أمير المؤمنين الباب لو فتح أمير المؤمنين الباب ماذا كان يجري إما أن يواجههم بالسيف وحينئذ سيقتل منهم مقتل كبيرا وهذا الذي ما كان يريد أن يفعله لأن هذا سيؤدي إلى حرب واسعة وبالتالي سيرجع الناس إلى عبادة الأوثان الأمة ارتدت ولكن ارتدت وهي بلباس الإسلام لو خرج أمير المؤمنين ووضع السيف فيهم هو هكذا بيّن وهكذا بيّن رسول الله وإذا لم يضع السيف فيهم فإنهم سيقتلونه هم آتون لقتله هذه الجموع لأي شيء جاءت هم آتون لقتله وهم يريدون أن يحرقوا البيت عليه ولكن هذا الفعل وهذا التصرف من فاطمة غير مسار الحدث لأن الأمر الذي قامت به فاطمة وضربت فاطمة وصرخت فاطمة أدى إلى تضعضع في المكان أدى إلى تضعضع في جموع الذين حضروا وإن كان عدد الذين اشتركوا بضرب فاطمة كان العدد كثيرا لذلك ماتت من الضرب هكذا تحدثنا الأخبار سنأتي على جزء من تفصيل الأخبار ولكن أكمل ما جاء في كتاب سليم بن قيس فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر لأن مسار القضية انقلب جاءوا لأجل الخلافة الآن صارت فاطمة في الوسط اعتدوا على فاطمة أمير المؤمنين خرج للدفاع عنها تغير مسار الحدث وإلا هم جاءوا لقتل أمير المؤمنين والقضية بدأت من نفس الموضوع الذي بدأ منه رسول الله في حادثة ماريا القبطية في بيت حفصة من هنا بدأت النبي أوصل لهم الخبر فأربكهم أربك المخطط ولذلك تلاحظون الخطة أربكت كانت الخطة كبيرة للقضاء على النبي وعلى العترة لكن النبي بذلك الأمر أربك المخطط عمر ماذا قال كي نستعجل الأمر فصار المخطط فقط فيما بين أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة لاستعجال الأمر لأن المخطط كان كبيرا ملامح هذا المخطط الكبير دخول قبيلة أسلم والآلاف المعلفة الذين جاء بهم كل واحد يأتي بمجموعة لو كان المخطط سار كما كتب في الصحيفة لجاءوا دفع واحدة ولكن لأن المخطط أربك فجاءوا لإحراق بيت العترة فاطمة هنا وقفت فاطمة غيرت مسار الحدث تغير مسار الحدث مثل ما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ماريا القبطية في بيت حفصة غير مسار الحدث أربك المخطط فاطمة هنا أربكت المخطط أيضا النبي أربك المخطط إرباك أول والإرباك الثاني قامت به فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وما كان من كلامها مع علي هو إكمال لهذا المخطط للحفاظ على أمير المؤمنين الكلام الذي يبدو فيه التقريع واللوم كما بيّنت في الحلقة الماضية هنا أمير المؤمنين واجههم لأي شيء دفاعا عن عائلته لو كان فتح الباب وخرج بالسيف لهم ده كانت القضية قضية خلافة تجهت الأمور باتجاه آخر فوثب علي بن أبي طالب ولذلك هذه العقول عقول بمستوى المرجعيات وهي تتساءل تتساءل لماذا لم يدافع علي عن زوجته هذه التساؤلات التي تصدر عن عقول سفيهة وإن كانت بمستوى المرجعيات هذه عقول سفيهة التي تتساءل هكذا ولا تفهم حقائق الأمور والسبب هو عدم الرجوع إلى روايات وأحاديث أهل البيت لماذا؟ لأنهم يعتمدون على علم الرجال الناصبي ولأنهم لا يتبعون منهج لحن القول الذي بيّنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في فهم أحاديثهم وفي فهم كلماتهم فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وجأ أنفه ورقبته يعني داس أنفه ورقبته برجله مر علينا بأن عمر وجأ خاصرتها الطاهرة بالسيف يعني ضربها وضغطها هذا هو حينما يقال وجأ الخاصرة بالسيف يعني ضربها بالسيف وهو في غمده ضربها بالسيف وهو في غمده والروايات فصلت بأنه ضربها بنعل السيف يعني بالمقبض بقاعدة مقبض السيف فتكون أقوى في الضرب أما هنا ووجأ أنفه ورقبته المراد داس أنفه ورقبته برجله لأنه صرعه ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة هذا الكلام يقوله الأئمة على سبيل المداراة أمير المؤمنين ليس بحاجة إلى توصية إذا تصورنا أن أمير المؤمنين لم يواجه القوم بالشدة وبالسيف لأنه أمر يعني من دون الأمر أمير المؤمنين ليست له رؤية للحفاظ على الإسلام والدين وللتخطيط للمشروع المهدوي حتى يؤمر يعني أمير المؤمنين يندفع اندفاعة الغضب واندفاع التهور من دون أن يخطط للأمور هكذا هو أمير المؤمنين أي تصور هذا هذا الكلام يقوله الأئمة لإقناع مثل هذه العقول التي تفكر بالمستوى البدوي لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن الزهراء وكيف للرجل أن يسكت هو هذا منفذ ومدخل شيطاني هناك فارق بين المنطق الترابي المنطق البدوي المنطق الأعرابي وبين المنطق النبوي الفارق بين الكيد الشيطاني وبين الكيد النبوي فقال والذي كرم محمدا بالنبوة ابن صحاك لو لا كتاب من سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف سله أخرجه من غمده لأي شيء ليضرب فاطمة عليها السلام هنا أريد لفاطمة أن تقتل بالسيف فحمل عليه بسيفه هنا حمل أمير المؤمنين عليه بسيفه هنا دفاع عن العائلة دفاع عن الأسرة فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي عليه السلام أخذ يقسم خالد على علي فكف لأن خالد كان في تصوره أن علي لا يستعمل السيف باعتبار أن السر وصل إلى أبي بكر وعمار من أن الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر وعمار ووصلت الأسرار من أن النبي أوصى عليا هذا الأمر تحدثت عنه الروايات وبينته فكانوا يتصورون بأنه لن يحمل سيفا لكن ليس إلى هذا الحد أن يسل خالد سيفه ليقتل الزهراء وأمير المؤمنين لا يسل سيفا فحين سل سيفه فأقسم على علي عليه السلام فكف تلاحظون مدى خطورة البرنامج والتفاصيل الخطرة جدا